أيهما أفضل؟ يوم عرفة أم ليلة القدر؟ تابعونا السلام عليكم ورحمة الله كتير جدا من الناس بيسأل ويقول هو أنهي يوم أفضل عند ربنا يوم عرفة ولا ليلة القدر؟ وأنا عشان أجوابكم على السؤال ده حقول لكم الأول اكتف في الكومنت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهدى كده وركز تعالوا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أفضل الأيام عند الله يوم النحر يعني يوم عشر من شهر ذي الحجة الذي قال الله عز وجل عنه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إيه يوم الحج الأكبر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب ويقول يوم الحج الأكبر يوم النحر أي يوم عشر من شهر ذي الحجة إذن أفضل أيام الدنيا عند الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر لكن السؤال هنا إيه اليوم التاني في الفضل هو يوم عرف الموافق التاسع من شهر ذي الحجة ولا ليلة القدر من شهر رمضان المبارك هنا العلماء اختلفوا على قسمين قسم من العلماء ذهب إلى أن يوم عرف هو أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر لأن الله عز وجل يكفر فيه ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة وما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار أكثر من يوم عرفة لذلك كان هذا اليوم هو اليوم الثاني في الفضل وذهب قسم آخر من العلماء إلى أن اليوم الثاني في الفضل هو ليلة القدر وقالوا لأن عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر لقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأفضل شيء ما جمع به العلماء بين هذين القسمين فقالوا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هي يوم النحر تصديقا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم يليها في الفضل يوم وليلة يوم يعني بالنهار وليلة يعني بالمساء فيوم عرفة وليلة القدر يستويان في الأجر ولا يتعارضان لأن هذا يوم أي نهار وهذه ليلة أي مساؤها فكلاهما يكمل الآخر ولا تعارض بينهما فليلة القدر أي مساؤها أفضل من ليل يوم عرفة ويوم عرف أي نهار أفضل من نهار يوم القدر وبهذا نكون جمعنا بين الرأيين ولا تعارض بينهما واحد حيسأل دلوقت ورشاشة ويقول إيه لازمته يعني أن نعرف إيه الأفضل ومش إيه الأفضل لازمته حاجة بسيطة جدا أنك بتعرف فضل اليوم أو فضل الليلة عشان تعرف فضل العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أو في تلك الليلة العبرة عندنا مش بالأيام والليالي لكن العبرة عندنا إيه الأفضل عند ربنا علشان نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم أو في هذه الليلة أما الكسلان والنائم والغفلان فهذا لا يبحث لا عن فضل يوم ولا عن فضل ليلة ولا حتى عن فضل عمل نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا جميعا في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمين والسلام